السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القوس لغاية الساعة ثمانية وتسعة عشر دقيقة من مساء يوم الجمعة لينتقل القمر بعديها لبرج الجدي طبعا القمر اليوم أغلب اليوم طبعا أو كل اليوم موجود في منزلة الشوالة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة داعش ودقيقتين من مساء اليوم الأربعة بتوقيت جارينتش لينتقل بعديها لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق طبعا القمر بما أنه ما زال موجود في برج العقرب معناته لغاية ساعات العصر تقريبا منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطأة ضغط عاطفي محبط بوسعنا الاهتمام بمسائل إلها علاقة بشركات التعمين أو قراءة رواية فوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و 46 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك ابتجعلنا سريعين التأثر عندين غريبين الأطوار ممكن تعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف ابتدفعنا لعلاقات عابرة وهذا الشيء ممكن يعرضنا للفرهق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هايزاوي ذروتها ساعة سبعة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش فتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة في ذلك الفن والديكور والتجميل هذا وقت مناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للعمل الروحاني أو العمل المسرحي أو العمل الفني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس هايزاوي رح تكون ذروتها ساعة ثمانية وستة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نطلق المساند والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ونصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هايزاوي ذروتها ساعة عشر وواحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وهي آخر زاوية قبل خلو المسار بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفسنا وإحداث التغييرات المطلوبة ابتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بابدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ ساعة عشر وواحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 2-5 دقائق عصرا بدوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج القوس هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 2-5 دقائق عصرا القمر خلاص بنتقل وبيستقر في برج القوس عشان هيك جميع الأبراج بيشعروا بالابتهاج وبيجدوا الناس أكثر مرحا بننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا إلى عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحل ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون ساعة 5-57 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب عرقية اللي بتطلب مننا إننا نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر بتجعل عزيمتنا ضعيفة منكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة والميل للكآبة بالنسبة للعضاء اللي في الجسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر عنا الأعضاء التناسلية والمستقيم والشرج والإحليل والغداد التناسلية والمبايد لبروستاتا عظم العانى والجينات هذولا الأكثر حساسية لغاية ساعات العصر واللي لازم نهتم فيها بشكل كبير وممنوع لعملية الجراحية الكبرى إلا إذا كانت اضطرارية لهذه العضاء أما من ساعات العصر فبصير عنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك وبرضو الفقرات القطنية والعضلات القطنية هذولا بصيروا أكثر حساسية بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا يصلح للعمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها وبرضو مش في فترة خلو المسار أما بالنسبة لعمليات التجميل برضو نفس الشيء ومناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن أنا بفضل أن يكون بعد ساعات العصر أفضل من قبل خلو المسار يعني بعد ما ينتهي خلو المسار بيكون أفضل ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي برضو في ساعات ما بعد العصر إلا إذا كان إطرار الواحد يعملها في ساعات الصباح فما في أي مشكلة بس مش في فترة خلو المسار هذا اليوم لا يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر أما بطرق التقليدية واللي ما عنده أي مشاكل في هذا الموضوع عادي جدا القمر موجود في برج القوس لأنه رح ينتقل ويستقر حكينا من ساعات العصر في القوس خلو المسار القادم بيكون يوم الجمعة مساء يوم الجمعة بيبدأ الساعة 7.31 دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة 8.19 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الجدي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره 6 أيام في تمام الساعة 8.17 دقيقة صباحا بصير عمره 7 أيام نسبة الإضاءة 31% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 23.9 سعيد الآن بنسبة 30% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 15% القمر زي ما حكينا الآن هو في العقرب وبدينتقل في ساعات العصر للقاوس ورح يضل في القاوس ليوم 22.9 منتحس الآن بنسبة 40% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 15% ساعات العصر برجع منتحس بنسبة 40% عطارد في العذراء حتى يوم 15 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 19 سعيد بنسبة 25% المريخ في الميزان حتى يوم 12 سعيد بنسبة 15% والمشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31.12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وأورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27.1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 11.10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحليب الليوني والدبلوماسي في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء حاول أنك تتقبل أراء الآخرين بدون تحفظ من الآن ولغاية ساعات العصر ممكن تنشغل بمعاملة أو ملف أما من ساعات العصر وما بعد تنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة وعلاقاتكم مع الأحبة أهم شيء تكونوا أكثر وعين على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن الأجواء جيدة وفيها كثير من المزايا بعد العصر لأنه على كل المستويات رح تكون ممتازة حتى على المستوى التجاري والتعليمي والثقافي والنقاش والحوار كلها جيدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا لغاية ساعات العصر القمر رح يظل موجود مقابلك تماما فبالظل هذه الفترة فيها نوع من أنواع التوتر وفيها نوع من أنواع الضغط عشان هيك بدك تحاذر من الخصام ما تعادي أحد اتجنب الخلافات كليا لأنه خصمك قوي وطباعك مش هادئة أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة إنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلته بالأمور الثانوية في فرص للمطالبة بحقوق أو استعادة بعض الحقوق لا إله بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر الآن بده يبدأ بمرحل المقابلة عشان هيك بلش الطاقتك تنزل شوي شوي صحيح أنك بترتاح لصير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها حاول أنك تراعي ظروفك الصحية أو حاول أنك ترتب الأوضاع وتحسين الأحوال بهدوء بشكل روتيني وبرضو ابعد عن أي مشاحنات ما بينك وبينز وملائك وانتبه للصحة أما من ساعات العصر وما بعد بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم عذروا من الخلافات وما تضخموا الأمور طبعا حساسيتكم بتزيد وردات فعلكم بتزيد أيضا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بظل أجواء جيدة أو ممتازة يعني لغاية ساعات العصر لأن القمر بظل موجود في البيت الخامس وبظل فيه فرصة لتحقيق إنجاز أهمش أنك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب لأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام وتعتبر فترة ممتازة جدا لغاية ساعات العصر أما من ساعات العصر وما بعد هنا بدكوا تنتبهوا لصحتكم ولعملكم لأنه بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم وبرضو إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع الطبيب بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك من الآن ولغاية ساعات العصر لأنه رح يظل التركيز على مستوى البيت والعائلة فبتنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية ممكن تبدو قلق أو تتدمر لأقل إشارة أو بعض الأعطال أو الأحداث أو المستجدات العائلية اللي ممكن أنها توترك حاول أنك تضبط عصابك لغاية ساعات العصر أما من ساعات العصر وما بعد تبحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة ومفراجات وتطمينات ورومانسيات والأجواء 180 درجة تتغير برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بظل في نوع من أنواع المفاوضات الحثيثة والنشاط والحوار والتنقلات والاتصالات لغاية ساعات العصر وبتقدر تتعبر عن رأيك وتفاوض بجراءة ولكن بدون انتقادات وبدون كلام مبهم عشان ما يصير الحاجة عليك بتتميز بسرعة بديهة وقدرة على إيجاد الحلول لغاية ساعات العصر أما من ساعات العصر وما بعد وأن التركيز بصير على المسائل اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة فبتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهك وبرضو لازم تدفع فلوس برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتتحسن المعنويات وبتقوى ثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئن هواجسك وطاقتك بتظل ممتازة جدا وممكن توظف أموالك ولكن وظفها بشكل حكيم وانتبه من المحتالين والنصابين والخسارات المالية ممكن تحصل اليوم على ربح من جهة أجنبية أو غريبة أو هدية حتى أما من ساعات العصر وما بعد هنا الأجواء بتتغير بشكل قوي جدا بتنشطوا بالسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات واللقاءات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات وانتبهوا من ردات الفعل والعصبية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر وبتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات ممكن بتتلقى مفاجأة سارة وربما فرحة أو تفرح لحدث كبير هاي فترة ممتازة جدا لأنه خلص بدأت فمرحلة القمر في أول درجاته أو بيوته فرح يمنحك كثير من الإيجابية أما من ساعات العصر فهون التركيز رح يصير على الأمور المالية بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم وممكن تحصلوا على بعض المكاسب من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بتكتب تعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من السرقة أو الضيع برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعاً بدكوا تبتعدوا عن المغامرات والرهان على الحد لغاية ساعات العصر لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب بتعانوا من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهميش إنك ما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحضوض ممكن تشعر ببعض التعب أو تراجع في الصحة مع يعني كل ما اقتربنا لساعات العصر بتبلش تتحسن الأجواء شوي شوي ايه بتمتلقوا نشاط وحيوية ايه بتقلبوا بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعكم الحالي ايه بتتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هاي الفترة مميزة للتحالف للتعاون للمشاركة الفعلية اقتنسوا الوقت المناسب لأعلان رأيكم للحصول على موقع معين اتفاعلوا مع المسؤولين بمرونة الأجواء معني تقريبا بلشت تحمى شوي هيك فعشان هيك لأن القمر بيقترب لبيت المتاعب ضبط الأعصاب مطلوب ممنوع من مجازفات واهتموا للصحة لأنه من ساعات العصر القمر بيصير في بيت المتاعب تدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد لا تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ واللي بيوعدكم بشيء ما راح يوفي به برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا بتكون تحافظوا على هدوءكم وما تحاولوا إثارة المشاكل هاي فترة مهمة بتمتحنك أهمش أنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك لأن القمر موجود في بيت السمعة فما في داعي لأي مغامرة أو مجازفة بيكون لها بعض التوابع الصعبة أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتنشطوا بين الأصدقاء وعلاقاتكم الاجتماعية ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يجي الدعم من أحد الأصدقاء برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتستعيد حماستك بشكل أكبر جدا هي من الآن لغاية ساعات العصر بيظل فيه نوع من أنواع الطاقة بتنطلق فيه تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار وتعتبر هاي الفترة ممتازة جدا بيظل النشاط موجود والطاقة موجودة والحضوذة بتدعمك بشكل جيد حتى بالنقاش والحوار والامتحانات والسفريات أما من ساعات العصر فهنا يعني بتكون تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية أن القمر رح يوصل لبيت السمعة وبيت العلاقات الاجتماعية مع مسؤولينكم بصير الوقت ما بعد ساعات العصر مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكون تتجنبوا الخلافات وتستعوا لا تلطيف الأجواء وحاولوا أنكم ما تشوهوا سمعتكم بأي تصر هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر